طيب في هذه المسألة في هذه المسألة من بداية نعرف ان الحل عندنا دام فيه اكبر من حتكون عندي الانتيرفل فيها سالب ما لا نهاية موجب ما لا نهاية حلوان 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 نبدأ حلو معادلة اربعية حلوانا اما بالقانون العام او التحليل او حلو الطرق المعروفة رح اسوي ابسط طريقة هي التحليل عندي ثلاثة اكس تربيع القوسي الهول هيكون ثلاثة اكس والقوس الثاني اكس ولكن عندك اربع اكس سربيع القوسي الهول هيكون اربع اكس ثاني اكس طريق ا Mistress في عدد أبحث عن عدد يعني أضرب في الثلاثة وأجمع عليه حاجة يعطيني الحد الأوسط ثلاثة في سالب واحد يعطيني كم؟ سالب ثلاثة صح؟ أجمع عليه كم؟ زايد اثنين يعطيني الحد الأوسط العيد أخذ معامل الإكستربيع الثلاثة أبحث عن عدد أضربه تمام؟ يعطيني سالب ثلاثة تمام؟ كده عادد أضربه يعطيني سالب ثلاثة وأجمع يعطيني الحد الأوسط نفس الفكرة تمام؟ ثلاثة في سالب واحد يعطيني سالب ثلاثة أجمع عليه اثنين يعطيني سالب واحد تمام؟ هو أكبر من الصفر رح أكمل في الفيديو اللي بعده